على المزار على طول أنا إلى ثمانة سنين بجيب طب سؤالي سؤالي بتجيبهم على هناك ما بيناموا لا ما بيناموا طب السؤال اللي بدي مشينا أوضح على الإخوان أنت بتأخذهم من وين بيجوا هم بيجوا من المطار بيجوا من المطار أو كانوا سابقاً يجوا عن طريق سوريا أو عن طريق الإراءة من المطار من المطار مضطر أنك أنت تأخذهم سيارات باصات سياحية وتنقلهم لين للمزار للمزار ومن ثم يقوموا بواجبات سياراتهم وبنرجعهم على العمل طيب هذا مكلف ولا لا هو الموضوع مش قصة مكلف هو مكلف من ناحية طب لو إجوا وأقاموا يوم في الفندق خلنسميه الفندق مثلاً أو المشروع وأقاموا يوم مش بتزيد تواجدهم في المزار طبعاً بتزيد تواجدهم عدد ساعات تواجدهم نعم وبزوروا أكثر من ساعة أكثر من ساعة وبالتالي ممكن يصرفوا أكثر من حتماً يعني إذا هم أهل المزار استغلوا إقامتهم وإن كان أهل المزار ممكن يستغلوا الوضع بي مصفوا نير ومتعلقاتهم بهدايا دينية بالزبط 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 وبالتالي عم بصير استثمار داخلي شيء أكيد وهدول لما يناموا هناك أصلاً ما بدهم أكل ما بدهم شرب ما بدهم أصلاً المشروع نفسه هيحتاج لعشرين موضوع لا مش بسيك أنت بالتالي حتقضي على البطالة المقنعة الداخلية بأنك تعمل أنت إنتاج يدوي في مفيد بالضبط إنتاج يدوي بعدها على الأقل حيشتغل له خمسة عشرين موظف في المشروع حلن حجيبهم من عمان حشغلهم من أهل البلد من هيك أنت لو ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله إنه بيكمل مشروعك شو كد قدم خدمي لها شو المشروع بالكامل إيش بيقدم خدمي سيدي هو المشروع بالكامل يعني ما فيه هو الخدمة كله خدمة إقامة للأفواج السياحية نعم اللي بتيجي لزيارة المزار فهي الأفواج بتعطيها فرصة أنها تنكث في المزار يومين أو ثلاث أيام نعم وفي الحالة هذه بيكون بتمتعهم الزوار بيستفيدوا إنهم بزوروا أكثر من مرة من ساعة أو ساعتين نعم بالإضافة أهل البلد يعني لما وحد يقعد في بلد ثلاث أيام هيا لهم مواد اللي هم يشتروها يعني ما تأخذني بسؤالي فضل حضرتك عندك فكرة عن إدارة الفنادق أنا إدارة الفنادق ما عندي فكرة عنها بس طبعا فيما اختصين بعجيب أنا بحط فيها يعني أنت ناوي لقدام شوي إن شاء الله إذا تستثمر في هذا الاتجاه طبعا إن شاء الله طيب إن شاء الله هذا الوارد يعني إن شاء الله إن شاء الله أنا من كل قلبنا خد احنا من كل قلبنا منتمنى لك التوفيق من كل قلبنا منتمنى لكل مواطن أردني مش لأنك أنت بالذات أنا أقول لك ليش اخترناك أنت بالذات لأنه صار عندك أنت يعني أنت صار عندك حريق صار عندك إذاء نعم الإذاء هذا يعني آلمني حقيقة وآلم الإخوان المسؤولين في القناة والإخوان اللي عم بتصلوا معنا سامحهم شو عم بتصلوا لكن اخترناك أنت حتى تكون أنت ممثل عن يعني مثلا فيه متحف التاريخ اللي في ماذا ما حدش بعرف عنه كتير صحيح فيه متحف الوطن العربي برضو ما حد بعرف عنه في الفائن الباشا يعني فيه أشياء كتير نواقص فيه نواقص كتيري خلا أخذ أبو عمر معنا الأخ أبو عمر أهلا وعليكم وعليكم السلام يا بارك يا سيدي يا بارك الله فيه الله سلمك أرجو من حضرتكم كون أنتم تعالون في قناة كريمة قناة تورمينا الله بارك توضيح منهم البهرة يعني منهم الزوار اللي بيجوا منهم بالتحديد يعني طيب أخي أبو عمر احنا حكينا فيه من هم البهرة وراح مرة ثانية إلى حضرتك واللي ما سمع منهم البهرة ويش بعدهم عن الشيعة تقول لنا مرة ثانية منهم البهرة البهرة هم طائفة تجار كلمة بهرة أخوذها من تاجر البهرة التجار التجار وهما طائفة وهما فئة غنية الغني ربنا طيب هي بالهند بهارات هم تجار ذهب تجار عطور تجار بهارات وكلهم يعملوا بالتجارة على الأغلب موجودين حتى في دول الخليج فيه أعداد كثيرة بتيجي من دبي ومن البحرين ومن الكويت هم هنود بس بيجوا من هناك بهرة طائفة هم الأصل تواجدهم الأعظم السواد الأعظم بالهند بالهند مجموعة صغيرة منهم في باكستان مجموعة في اليمن في اليمن ما فيش فيهم في إيران لا ما في ولا في العراق ولا في العراق بمعنى آخر سؤال كثير بكل وضوح ما في علاقة بينهم وبين الشيعة قد يكون هم يعني في أمن الشيعة أنا شخصيا مني متعمق في دورهم هم بزوروا الأماكن اللي خاصة بالشيعة واللي خاصة بالسنة طيب بعدين نيجي نقول يعني مقام سيدنا جعفر الطيار مين اللي قال إنه للشيعة جعفر الطيار لكل أصلا جعفر الطيار كان قبل الشيعة متوجدت صاح ولا لا طبعا أكيد فهم يعني ما بصيرنا ننسب مقام جعفر الطيار للشيعة يا سيدي أولا آل البيت آل البيت يعني أنا اللي أعرف هم مسلمين وموحدين موضوع مستثنى لا يجوز العبس فيه لا لا أي آل البيت عترته عترت الرسول صلى الله عليه وسلم عترت رسولنا حبيبنا عترت الإنسان اللي بده يشفى عنا يوم العرض على رب العالمين هذول هم عترته هم مسنده لا يجوز لا إلي ولا إلك ولا لا أي إنسان كان أن يعني يتاجر بهم أو أن يجعل أهل البيت وسيلة لتحقيق أحد المشايخ اللي قابلوني عند المحافظ وقول هذا إحنا بالإسلام ما في مقامات وجعفر الطيار ما بدنا إياه لا إله إلا الله قلت لهم يا عمي إذا بتسمح الحكومة بشيلته أنا عندي أرض بشيله بحطه عندي بتمشيئا في المزار أعوذ بالله هذا الحكي هذا الحكي أمام محافظة أمام محافظة الكرك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن أضضيه اللهم أبدله بيهما جناحيني في الجنة من ضمن الحديث وكيف ليش ليش سموه الطيار أنا من ضمن النقاش اللي صار في محافظة الكرك أمام محافظة المتصرف والإخواء نعم وكلهم طيب إحنا هم بيجيونا يعني يهود وبسكنه بالفنادق عندنا وين المشكلة؟ قال لا اليهود ما عليش بس هذول كفار كفاروهم عن مين؟ عن البهرة عن البهرة طب هما لما كانوا يجوا يعني بصير تكفر واحد يعني موحد بالله وبكون لا إله إلي الله هو لا إله يعني أنا لا أذكر النص الشرعي الآن لكن من كفر مسلمين كذا إلى آخره لا يجوز بما معنى لا يجوز لا يجوز أنك تكفر على كل حال سؤالي هما لما كانوا يجوا البهرة أو لما كانوا يجيبهم حضرتك كانوا يسيئوا لهذا؟ نهائيا نهائيا وفي من بعض اللي قابلتهم القناة يمكن ما جابوها في المقدمة ذكروا قالوا إلهم خمسة عشر سنة بيجوا وكانوا جيران لا إلهم قال عمرنا ما شفنا منهم أي إساءة لجنس مخلوق ولا أساء التصرف وللعلم البهرة لا يمارسوا أي طقوس مثل الطقوس يمارسوها الشيعة لا عندهم جنازير ولا عندهم لطم ولا عندهم ضرب اللي كانوا يلطموا في جعفر الطيار إخواننا العراقيين اللي كانوا يجوا آه يعني هذول الشيعة الشيعة أي طيب طب ها أنت يعني واقع في مشكلة أنا طبعا في مشكلة وإحنا في دولة قانون خليك خليك معي شوي وإحنا في دولة قانون أستاذ جميل ما حاولت يعني تتظلم تشكو ترفع دعوة أنا عندي مشكلتين ليس مشكلة واحدة في نفس الموضوع طبعا المشكلة الأولى هو الحريق اللي صار وتعطيل المبنى نعم الحريق اللي صار للأسف أنا إلي يعني محمل على الجهات الأمنية الجهات الأمنية كانت تعلم قبل بيومين بذلك أنه في حيصير اعتصام عمام المشروع وبلغوني بذلك شاهد 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 وكانت الجهات الأمنية موجودة وكان مساعد مدير شرطة محافظة الكرك موجود طيب برضو لكن ما قاموا فأي إجراء احترازي خلينا أخذ في 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 تلفون من قطر الأخ عبدالله السواعي معنا أنت خليك معنا بس خنأخذ الأخ خالد الوزان من قطر هلو 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 اتفضل أخ خالد مرحبا يا هلو كيف الحال يبارك في عمرك إن شاء الله بس بدي أسأل للساد الضيف اللي عندك اتفضل اتفضل هو بقوله هي طائفة بين السن والشيعة نعم فهو على تلفزيون وعلى يعني ملايين بشاهده نعم الكلب هيك أمور حرام كيف يعني هي طائفة اسماعيلية وهاجروا للهند واختلطوا مع الهندوس ليش ما بستضح التصريحات اللي الناس تفهمها وبدو بيع طيب أستاذ خالد أستاذ خالد أستاذ خالد أحنا شكرين جداً إلك الحقيقة هو الأخ يعني ما قال أنا ما قلت لك متعمد وقال أني أنا غير متعمد أنا بشتغل في مجال السياحة أنا ما متعمد في هذا مجال يعني كان واضح جداً في رده على كل حال شكراً لإضافتك شكراً للتوضيح يعني هاي البهرة هما مجموعة يعني من الإسماعيليين اللي هاجروا عليكم يا سيدي طيب أنا يعني ما عندنا شيء مشكلة أنا بكعمل معهم بهمنا أنه ما يكون فيه إسار صحيح نأخذ الأخ عبدالله السواعي تفضل مساء الخير أستاذ موسى الله مسك وأنوار النبي مساء الخير إلك ولضيفك يا سيدي بارك الرسيك الله مسك والخير شكراً عبدالله السواعي معكم من محاوة عجلون يا هلا بيك هلا الله حييك أنا يعني سؤالي يعني مش بعيداً عن البهرة بس أنا يعني بما أنه ذكر بأستاذنا وظيفك العزيزي المحترم عن أنه لما يصير الاحتفالات للشيعة ويذهبوا يعني وروحوا لمقام جعفر الطيار إلى منطقة المزار نعم يعني أنا لما يصير لما يضربوا حالهم بالحديد وبالجنازير ويشي زي هيك أنا يعني أنا بتمنى على حكومتنا بتمنى على دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية ومحافظ الكرك أنه لما يصير الاحتفالات ويقوموا يعني إخواننا الشيعة بضرب تضربوا حالهم بالحديد وبالجنازير أتمنى أن يكون هناك منع من قبل حكومتنا منع شديد يعني يعني يتم عبد الله عبد الله عبد الله في منع في منع وابعدين حقيقة موضوع أنا مش موضوع لا في منع في منع ماشي ماشي أنا مش موضوع كيف يمارس الشيعة نعم نعم يعني كل واحد حر والدولة مش غفلانة الدولة صاحية الدولة مش غفلانة عن أي شيء يعني ما أحد ما تركه نعم طيب تفضل تابع لنا موضوع هذه المشكلة الأولى مع العلم أنه تقدمنا بشكوى في الكرك نعم من شهر خمسة لشهر سبعة لم يتخذ أي إجراء وتابعت وراء محامي يعني فذ باعتقادي وأنا واثق فيه تماما وراح شاف القضية قال لو تترك في الكرك راح ما تاخذ شيء راح تروح ضد مجهول وراح مصنفينها إشعال حرائق كأنك واحد مولع نار في هشيم جنب الشارع فعمل جاهدا وما قصر نقل المحكمة على عمان وتسجلت لدى محكمة أمن الدولة ببداية شهر سبعة كبير رمضان أجت عطلة شهر رمضان وأجأ الشهر اللي بعده ولغاية الآن لم تصدر مذكرة جلب بالأسماء اللي قدمناها لمحكمة أمن الدولة طيب ما على فكرة يعني هذه هي عند محكمة أمن الدولة بتأخذ مجرعها بتأخذ مجرعها تسعتاش خمسة أجانا تعميم بمنع إرسال مجموعات البهرة إلى المزار ممنوعة ممنوعة من شهر تسعتاش خمسة لغاية الآن مين منعهم إحنا أجانا تعميم الحكومة اللي منعت هي الجهة اللي وراه يعني إحنا تيجي سوف نأخذ من الرجال للمضو أخي سليمان سلام عليكم وعليكم السلام تفضل بصد الخير عليك وعضيه فلاندر يمسيك وأنوار نبي يا سيد إحنا سمان المقابلة يعني المقابلة يعني مؤثرة سواء للمستفيد أو غير مستفيد نحن يعني في الأردن ما شاء الله قانون ممتاز من داخل البلد أو من خارج البلد يحفظ قانون أي شخص مهما كان ضرور صحيح ولكننا نقول يعني اللي تراح وتتقدم على هذا الفعل هذا الشخص في عمارة هذا الشخص أنه له قايات خاصة وليس لها قايات عامة أنه مثال مصلحك أنا في الجنوب أو في الشمال هذا يعني شخص يعدفع عدة من الناس وعمل حتى أنه يقوم من الحركات هذه فهذا خلط يعني في الأردن هذا ما بشير كلام هذا يا أخي ما لك علاقة سواء جاء يهودي في بيته أو نصره أو بيقض النظر مع مكانك الحالات أنه ما حد علاقة في الأمور هذه ما تقدر أنت اليوم تحطني سواء المسيحي أو مسلم أو إزاي ما بدك أنت على مزاجة هذه ديانات وكل حرب يديانت ما هو القانون القانون هو اللي بيرجع لي كل حقوقي يا أخي سلمان يعني لا يجوز أني أنا اللي أروح إذا مش عجبني شي أروح أحرق المكان أو أروح طبش راس فلان مش أن أخذ حقي ولا لا على كل حال